أعلنت شركة الخطوط الجوية اليمنية لجوء إحدى رحلاتها إلى تنفيذ هبوط اضطراري في مطار جدة أثناء توجهها من صنعاء إلى العاصمة الأردنية عمان وقالت الشركة في بلاغ إن رحلة اليمنية المتوجهة من صنعاء إلى عمان اضطرت للهبوط في مطار جدة نتيجة تعرض أحد المسافرين لأزمة صحية عند دخول الطائرة الأجواء السعودية وذكر البلاغ أنه تم اتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة للمريض في مستشفى المطار إلا أن حالته الصحية تدهورت وتوفي في المستشفى